مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة بيعتبر خطوة محورية في اتجاه تعزيز العدالة النجزة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانة المشروع اللي بيتم نقشته داخل اللجنة التشرعية بمجلس النواب يتضمن مجموعة تعديلات جوهرية الهدف الرئيس منها هو تحقيق محاكم عادلة تتماشى مع تطورات العصر الحديث مع مراعاة المعايير الدولية خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي طبعا للحديث بشئ من التفصيل عن أهمية هذا القانون وما يتضمنه من مكاسب معانا النايب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمنورنا ستنايب صباح الخير صباح النور يا أهلا بيك منورنا بصباح الخير يا مصر صباح النور في البداية أريد أن نعرف منك كيف كان القانون القديم الحقيقة خلينا ننظر إلى القانون القديم بتاريخ صدوره القانون القديم هو القانون رقم 150 لسنة 1950 صدر في ظل دسور 1923 أخي اتغير على هذا القانون دستور 71 ودستور 2012 ودستور 2014 بالإضافة بالإعلانات الدستورة التي كانت في الستينات فإحنا لو بنتكلم على فلسفة لصياغة قانون إحنا بنتكلم عن قانون كتب في العهد الملكي كان مناسب لهذه الفترة كان مناسب لهذه الفترة وكان علم الجريمة نفسه مختلف عن العصر الحالي طبيعة الجرائم نفسها تطورت علم مكافحة الجريمة نفسه تطور وبالتالي أصبح كمان معايير حقوق الإنسان ومعايير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تطورت في العالم فأصبح مهم جدا أن نرى قانون معبر عن دستور 2014 معبر عن الاستراتيجية الوطنية لحول الإنسان معبر عن الضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد ولذلك كان مهم وإحنا بننظر لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية نحن لسنا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية نحن مع صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بفلسفة مختلفة متصقة مع الدستور الحالي ومتصقة مع تدعيات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة ومعايير حقوق الإنسان وفي نفس الوقت حق المجتمع في مكافحة الجريمة وضبطها وتحقيق الردع العام حتى لا تتكرر هذه الجرائم هذا التوازن هو اللي احنا اشتغلنا عليه في صياغة قانون الإجراءات الجنائية ويمكن لأنه قانون مختلف القانونيين دايما يسموه الدستور التاني لأنه هو معني بتنظيم كل ضمانات الإجراءات الجنائية لم يكتب في اللجنة الدستورية والتشرعية في مجلس النواب وفقط رغم أنه هذا هو الإطار القانوني والدستوري لصياغ التشريعات لكن تم تشكيل لجنة فرعية هذه اللجنة اشتغلت على مدار 14 شهر يعني ضمت فيه عضوياتها ممثلين للجان حقوق الإنسان في مجلس النواب كنت أنا بتشرف بي أني ممثل لجنة حقوق الإنسان لجنة الدفاع والأمن القومي أعضاء من اللجنة الدستورية والتشرعية وممثلين للجهات القضائية المختلفة نتكلم عن مجلس قضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة أسازت قانون جنائي في الجماعات المصرية نقابة المحامين أمين عام نقابة المحامين كان ممثل في هذه اللجنة أيضا وكيل لجنة الدستورية والتشرعية مجلس الشيوخ يتكون موجود أيضا وزارة الداخلية كمان كان لها ممثلين في هذه اللجنة الفرعية وانتهت في هذه اللجنة بمسودة كاملة لقانون الإجراءات الجنائية يناقش الآن في اللجنة الدستورية والتشرعية إن شاء الله يرى النور أمام الجلسة العامة إن شاء الله في الأسبوع الأول من أكتوبر مع بداية دور للعقاد بإذن الله طيب سيادة النائب يعني يمكن خلال المقدمة تحدثنا أن هذا المشروع هو تطرق لملف الحبس الاحتياطي إزاي تطرق لهذا الملف التحديد هذا الملف واحد من أهم الملفات اللي كان أصلا هناك هدف لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحل هذه الإشكالية وهذه أحد أهم القضايا اللي طرحت في الحوار الوطني والسيد رئيس الجمهورية مشكورا استجاب لتوصيات الحوار الوطني وأعلن عن توجيه هذه التوصيات إلى الحكومة لتقديمها إلى مجلس النواب ملف الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر الحبس الاحتياطي كما يعرفه أساسة القانون باعتباره تدبير احترازي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة الهدف من الحبس الاحتياطي إذا وجد أن نحافظ على سلامة التحقيقات فإن هذا المتهم يمكن أن يؤثر على الشهود هذا المتهم يمكن أن يعبث بالأدلة أن يخشى عليه من الهرب دي كلها أسباب للحبس الاحتياطي ما دون ذلك الأصل أنه الإنسان بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ومنصفة يعني الاستثناء هو الحبس الاحتياطي وليس القعدة وأن القعدة الأصلية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والمحكمة هي اللي بتقول نظرنا إلى الحبس الاحتياطي في المشروع الجديد بأمرين أول أمر تخفيض كل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح في الجنايات في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام إلغاء الحبس الاحتياطي مفتوح المدة هناك سقف زمني للحبس الاحتياطي حتى في الجرائم الأشد خطورة بتكلم على الجرائم التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام يعني بتكلم على أعلى عقوبة هناك صقف زمني للحبس الاحتياطي هناك تخفيض للمدد في الجنح بدل من 6 أشهر بقت 4 أشهر في الجنايات بدل من 18 شهر بقت 12 شهر في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة من 24 شهر ل 18 شهر وفي درجة جديدة من الاستئناف على أحكام الجنايات بتكلم على الجنايات التي صدر فيها حكم بالفعل بالإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة وذهبت إلى محكمة النقض لا يزيد أي حبس احتياطي عن سنتين حتى في هذه الحالة ده الأمر الأول هو تخفيض المدد ده طلب تسريع بقى لإجراءات القضائية بكل تأكيد بكل تأكيد ده نقطة مهمة لأنه ده كمان القانون بيتضمن آليات لتسريع الإجراءات القضائية حتى تكون هناك محاكمة ناجزة لكن كمان زي ما ركزنا على الجانب المتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي هو كمان التركيز على فكرة وجود بدائل للحبس الاحتياطي أنه أن يبقى المتهم في منزله ولا يبارحه أن لا يغادر قليم معين أو منطقة جغرافية معينة زي محافظته أو غيره أن يسلم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة ده بدائل يذهب إليها جهة التحقيق إذا وجدت أنه لا يوجد مبررات محددة وواضحة التي موجودة في القانون للحبس الاحتياطي أضيف أيضا في المشروع الجديد أنه قرار الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببا يعني إذا رأت سلطة التحقيق حبس المتهم احتياطيا يجب أن تسبب ذلك في القرار لماذا هي ذهبت إلى الحبس الاحتياطي لأن القانون قيد سلطة التحقيق في أنها هناك مبررات محددة للحبس الاحتياطي فهو لازم يقول لماذا هذا المبرر استخدمه للحبس الاحتياطي لضمان سلامة التحقيق ولذلك هذا المشروع ينظر إلى الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة محدد المدة جميع مدد الحبس الاحتياطي تم تخفضها وأيضا توسع في بدائل الحبس الاحتياطي وبيعتبرها هي الأساس وليس الحبس الاحتياطي الذي هو استثناء إذا رأت ضرورة التحقيقات زي لكن هل بيعتبر من مدة الحبس؟ كل تأكيد من مدة الحبس طبعا من مدة الحبس إذا صدرت العقوبة يعني إذا المتهم لم يكن بريء في المحكمة صدرت عقوبة مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة المقضي بها في العقوبة طيب فندم بالنسبة للأدلة الرقمية وممكن إحنا في عصر التكنولوجي وعصر السرعة الأدلة الرقمية بقت برضو واحدة من أهم الأدلة اللي ممكن كمان العداء اللي هتحتاجها عشان تقدر أنها تأخذ مجراها أو تأخذ الحكم الصحيح العادل والناجز وده اللي احنا أصلا بنربو إليه هل في الجديد فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا؟ هذه النقطة من النقطة اللي بتشغل العالم كله لأنه زي ما حضرتك عارفة هناك إمكانية للتلاعب بالأدلة الرقمية بشكل كبير وهذا الأمر يتطلب مزيد من الضبط ومزيد من التطقيق القانون في مصر بيأخذ خطوات في مجال تطبيق الأدلة الرقمية كأحد الأدلة المتعلقة بالإدانة ولكن هذا الأمر يتم في الصياق منضبط حتى لا يكون هناك عبث بها أيضا من النقاط المهمة اللي القانون تطرق إليها فيما يتعلق بالعصر الحديث هو الإعلان بالوسائل الإلكترونية عارفين منظومة الإعلان القديمة إعلان بالمحكمة يعني إذا المتهم عنده جلسة في المحكمة كانت الطريقة التقليدية اللي هو يروح له محضر فلم يستدل عليه ملقاه ملقهوش لما استلمش الإعلان كل ده بقى فيه ضمن أليات الإعلان أن هناك مركز للإعلان الإلكتروني بالرسالة على التليفون ويتأكد من أن هذه الرسالة وصلت إلى هذا الشخص ويصبح أن كل مواطن يسجل بطاقة رقم قومي ويسجل معها رقم تليفون فيبقى عند جهات الدولة رقم تليفون ثابت لهذا الشخص ويتلزمه بأنه إذا غيره يختر بأنه غير هذا الرقم ولذلك اكتمال هذه المنظومة هيخلي زي دول كتير في العالم الإعلان يتم من خلال وسائل إلكترونية وده هيؤدي الكلام اللي حضركم تتكلم عنه عن العدلة الناجزة لأن أنا جزء كبير من الأزمة أنه من أزمة تطويل مدد التقادي هو فكرة أنه المتهم أو الشهود أو الخصوم في الدعوة الجنائية ما يعرفوش بجلسة المحكمة الإعلان لم يتم أول بعض خلينا نتكلم بمطالة وضوح بيتعمد أنه ما يتمش اختاره علشان يقدر يطعن فيزود مدد التقادي فهيبقى فكرة التعامل مع الإعلان بشكل جديد ده هيساهم في تسريع التقادي ولذلك تصل الحقوق إلى أصحابها بشكل أسرع وجزء مهم من أنه العدلة كمان البطيقة تهدر الحقوق حتى لو كانت عدلة لكن العدلة الناجزة تؤدي الحقوق وده جزء مطلوب منه مطلوب جدا خاصة في الدعاوة الاقتصادية مثلا أنها بتتعلق بملايين من الجنيهات يمكن أن تهدر نتيجة لمدة التقادي زادت وده يسبب خصائر اقتصادية كبيرة جدا حتى فيه بتكلم على الجنح العادية أو في الجنيات مهم جدا أنه التقادي يكون سريع لأن المجتمع لما يشعر بالعدل ويشعر به أن مدة التقادي قلت فالحقوق رجعت الأصحاب وده بتأكيد يساهم في السلام الاجتماعي بشكل كبير بكل تأكيد وانت كلمت في البداية عن أنه فلسفة القانون في البداية كان مسألة وجود الحبس الاحتياطي يعني عشان ما يكونش فيه تأثير على الشهود أو كده وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الشهود هل تترقف القانون لحماية الشهود لحماية المبلغين لأول مرة في تنظيم القانون هذا القانون يتعرض لحماية الشهود وحماية المبلغين والمجني عليهم كان جزء كبير من الأزمات ممكن نشوف أن البعض قد يعمل على التأثير على الشهد أو التأثير على المجني عليه لسحب البلاغ أو لتغيير شهادة هذا القانون تعرض ونظم فصل أو باب لحماية الشهود والمبلغين وموجود في نص القانون وده أحد المكتسبات الرئيسية اللي كان المجتمع الحقوقي بيطلب بها على مدار سنوات بيستجيب هذا القانون لهذه المطالبات لحماية الشهود والمبلغين لأنه جزء مهم من صميم العدالة أن الشاهد يدلي بشاهدته دون تأثير من أي طرف من الأطراف ولذلك تعرض هذا القانون لهذه النقطة بشكل كبير وبشكل محدد أيضاً كمان في جزء مهم في هذا القانون وهو تعويض الحبس الاحتياطي تعويض المتهم عن الحبس الاحتياطي الخاطئ إذا بعد ما تم حبس المتهم الاحتياطياً ثبت براءته نظم هذا القانون التعويض الأدبي والتعويض المالي لإثنين لأنه جزء من الأزمة هو التعويض المعنوي كمان أنه يتم نشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين وسعتين الانتشار ده من نصوص القانون وده كانش موجود قبل كده كمان التعويض المالي عن وقت الحبس الاحتياطي الخاطئ وده منظم في القانون أو مشروع القانون الجديد طيب فكرة أنه الدولة المصرية حريصة طول الوقت على فكرة تطوير التشريعات بما يتماشى كمان حتى التشريعات كمان متعلقة ومرتبتة كمان بالعصر اللي موجودة مش بس في مصر في العالم كلهم بما يتناسب كمان مع أراء وأفقار وعادتنا وتقالدنا عايزة أعرف من حضرتك فكرة تطوير التشريعات طول الوقت الدولة المصرية حريصة على ذي النقطة شايفي نقطة دي إزاي؟ الحقيقة أنه التشريع عموما هو عمل بشري والعمل البشري دائما يجب أن يخضع للتطور مع العصر لأنه ليس نصوص جامدة أو ثابتة ولذلك العالم كله يهتم بفكرة أنه التشريع لا ينفصل عن العصر وده فكرة التحديث والتطوير التخريعي المستمر مع كل مجلس نواب أو مع كل مجلس نيابي بيجي في العالم الحقيقة البرلمان الحالي إحنا محظوظين أنه على رأس هذا البرلمان المستشار حنف جبالي وهو قام قانونية ودستورية كبيرة رئيس سابق للمحكمة دستورية ورئيس سابق لهاية مفوضين المحكمة دستورية فترة طويلة وعنده خبرة دستورية وقانونية كبيرة كمان هناك دعم كبير من الدولة المصرية في هذا المجال ويجي هنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 كان فيه اهتمام كبير جدا بالتطوير التشريعي ده جزء من محاول أو من قواعد أو مبادئ للسراتيجية التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي التطوير التشريعي اللي يتصق مع معايير حقوق الإنسان في العالم ولذلك هنلقى أن التشريعات اللي صدرت على مدار هذه السنوات كانت طول الوقت بتراعي التشريعات المقارنة في العالم شكلها عاملة إزاي يعني إذا بنتكلم على تشريع داخلين عليه سواء هنعدله أو هنستحدث تشريع جديد ننظر كمان إلى التجارب العالمية ننظر إلى يعني ما يحدث من التطورات العصرية المتعلقة بالبناء التخريع ولذلك التطوير التخريعي جزء مهم من فلسفة الدولة المصرية بينعكس على ده في دستور 2014 اللي خاد جاء صف الحقوق والحريات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كمان كانت منحازة للتطوير التخريعي ولتحقيق العدالة بهذه الطريقة ولذلك طول الوقت بيعمل مجلس النواب على تطوير التخريعات بما يتلقى مع العصر وبما يتلقى مع نص دستور 2014 طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس أرواب شرفت رافتنا بشكرا شكرا جزيلا لك